احنا اخر نقطة كنا بنتكلم فيها التلميذ يكون خاضع ومن دمن تعاليم المسيح للتلميذ الفكرة ده بس هنوضحه في سرد فكرة كان بيقولها المسيح في لوقة أصحاح 17 بيتكلم المسيح بيقول احترزوا لأنفسكم ودخل في موضوع هيفهم من شكله مالوش دعو بالموضوع لكن هو أساس بيقول كده ان اخطأ اليك اخوك فوبخه انت ابا فاغفر له وان اخطأ اليك سبع مرات في اليوم ورجع اليك سبع مرات في اليوم قال ايلا انا تاب فاغفر له التلميذ متعودين حسب الشريعة عين بعين وسن بسن الامر صعب فقالوا له ايه زد ايمان الموضوع ده احنا مش قادرين عليه زد ايمان فرح قال لهم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميذة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم طب هي الجميذة بتسمع وتخضع ومش تنقلع وبس تنقلع وتنغرس انت بتقولين حاجات صعبة لغة رتمات فحب يفاهمنا المسيح فكرة ويعلم التلاميذ فكرة ايه الفكرة انا خاضع للقاب والاني خاضع للقاب كل اللي بيقوله بنفزه وكل اللي بيقوله انا ملتزم بيه فالسلطان اللي فوقه مني خلاني اقدر اعمل كل حاجة بسلطان انا واخده فالسلطان ده انا بديه لكم بس عليكم تكونوا خاضعين فاحنا النموس ما علمناش ان احنا نغرس نغفر سبع مرات سبعين مرات ولا الكلام ده كله فاحنا مش قادرين قال لهم بقى لو انتوا تعلمتوا تخضعوا الحاجات الجامدة مثل الجميذة والجبل والشجرة تخضع عليكم هدي مثال في انجيل متى اصحاح تمانية في راجل اسمه قائد مائة طلب من المسيح يجفي الغلام بتاعه فالمسيح كان عايز يروح يصلي او يؤمر المرض وينتهره والولد يقوم قال له لا لا لست مستحقا ان تدخل تحت صقفي لكن انا رجل يعني ليه سلطان مرتب تحت سلطان مثلك فكل كلمة فابرة غلام مش لازم تيجي المسيح امتدى هذا الرجل لدرجة ان قال لم اجد ايمانا في كل اسرائيل بمقدر هذا الامان طب يعني كل اسرائيل كل اسرائيل رب مش بيكذب يعني لا تلاميذك ولا كل شفتهم حتى الكديسة المطوبة العزراء مريم قالك ده دوانا صغير قالت لي يا ابني تعبتنا قالها ينبغى ان اكون في مالك ما كانتش مدركة الرجل الواسني الغريب دوت مدرك ان هو تحت سلطان السلطان بتاعه هو كان الكتيبة الرومانية من حوالي 6000 القائد بتاع الكتيبة الرومانية تحت منه 60 واحد زيه كلهم بيستمدوا سلطانهم منه وهو بيستمدوا سلطانه من الامبراطور او من الرجل الملك او من الوالي وبعد كده الامبراطور الرجل دوت يقول هذا روح اذهب فيذهب وهذا يأتي فيأتي هو مدرك ان مش ممكن لتحت منه ما يخضع لهش لانه وخاضع عشان كده في مكانه ثابت وانت يا رب انت خاضع للسماء وخاضع للقاب ولك سلطان في عالم الروح تقدر من مكانك تقول المرض يمشي فالمسيح انبهر بادراكه للخضوع فبيعلم التلاميذ فعايز يقول لهم لو كان لكم ايمان الجماد نفسه يخضع لكم لانكم خاضعين اخضعوا التعليمي هتلقوني انا حتى لما سألوك كده اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل كوات العدو ولا يضركوا بشيء يعني ولا يضركوا بشيء لما لهم اديكم سلطان تشفوا مرضى اشفوا مرضى اقيموا موتى كل ده كان المسيح بيهزر لا هو بيعلن الحق وعليهم يقبلوه عشان كده التلاميذ فهموا وادراكوا عصر الكنيسة الاولى وعصر مبتدل الكنيسة كان مختلف لانهم كانوا فهمين الحق ده احنا في الوقت ده البعض فهم والرب بيعمل به والبعض مش مدرك عشان كده احنا الكنيسة محتاجة فوقان تعرف يعني تلميذ لما نرجع للفكر الاساسي بتاع المسيح نبقى تلاميذ بجد هيبقى فيه فعلا نقل للكنيسة الكنيسة سلطانها هيسود العالم لما نخضع للرب ونفهم المسيح عائز اشتركوا في القناة